اشتركوا في القناة مرحبا جميعا حياكم الله مستمعي بودكاست دردش التوحد معكم الدكتورة رفيف السدراني منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التمييز للتوحد ضيفنا لليوم الدكتور فهد النمري استاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة الطائف هياك الله دكتور فهد أهلا وسهلا رفيف سعيدين حنا بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن الأبحاث في مجال التراضي في التوحد في العالم العربي دكتور مثل ما انت عارف انه في قلة في الأبحاث اللي تكون في مجال التوحد في العالم العربي فنبغى اليوم ندردش أكثر عن هذا الموضوع طبعا أول استفسار يجي بالمستمعين يمكن وش هو فائدة الأبحاث في مجال التراضي في التوحد حنا ليش نسوي الأبحاث ممتاز طبعا فوائد الأبحاث بشكل عام جدا كبيرة بس أنا حاجة فيما يتعلق بمجال طيب التوحد أو مجال التوحد الأبحاث بتوفر بيانات منظمة تساعد الجهات المختلفة فإنها تأخذ قرارات أكثر كفاة وأكثر جودة احنا نعرف كمان أنه عادة بالدول المتقدمة في البحث العلمي خصوصا في مجال التوحد مثل أمريكا تجد أيضا الخدمات في تلك الدول أيضا متطورة ومتقدمة طيب دكتور ممتاز طيب مثل إيش فائدة الأبحاث؟ يعني مثلا هل التدخلات اللي احنا نقول مثبتة علميا هذي ترجع للأبحاث؟ طبعا فائدة الأبحاث في جميع المجالات المتعلقة بالاهتمام بالأشخاص المصابين بالطلاة في التوحد وأسرهم في كيفية الوصول للخدمات في تقييم مدى فعالية الطرق العلاجية سواء التي تقدم في برامج التدخل المبكر في المدارس حتى بعد ذلك أيضا في اكتشاف حلينا نقول الطرق المناسبة للتقييم للتشخيص وغيرها ممتاز يعني الأبحاث هي باختصار راح تحسلنا من جودة حياة الأشخاص نفسهم وأسرهم طيب دكتور كيف وضع الأبحاث في العالم العربي؟ بما أنك ما شاء الله دكتور شاركت في دراسة تحليلية مع مجموعة من الباحثين دراستكم كانت لأبحاث التوحد في العالم العربي صحيح؟ صحيح طبعا الدراسة هي دراسة تحليلية لجميع أبحاث التوحد التي تم نشرها تقريبا من خلال العشرين سنة الماضية الدراسة تم نشرها في عام 2017 الدراسة تقريبا زي ما ذكرت هي كانت مراجعة لجميع الأبحاث طبعا وضع الأبحاث عشان أجاوب على سؤالك يعني يعتبر ما زال في مراحل خلينا نقول مبكرة لكن الشي الجميل أنه قاعد ينمو بي شكل جدا متسارع وهذا شي خلينا نقول مبشر صحيح طيب دكتور الأبحاث أنتم من سنة كم إلى سنة كم بدايت وتجمعونها وتحليلونها؟ طبعا هي الدراسة بدأنا في العمل عليها تقريبا في بداية 2014 وهي كانت الدراسة مراجعة للأبحاث التي تم نشرها من باحثين كانوا في الدول العربية والدراسة هذه غطت جميع الدراسات التي تم نشرها باللغة الإنجليزية من عام 1992 إلى جانواري 2014 وكان عددها تقريبا 142 دراسة ممتاز إن شاء الله نتمنى دكتور أنها زادت بكثير في السنوات التي لم تجمعت فيها الأبحاث إلى الآن طيب دكتور بناء على دراستكم التحليلية من أكثر دولة عربية تنتج أبحاث في مجال ترطيف التوحد؟ تمام طبعا الأبحاث التوحد التي تم مراجعتها تم إنتاجها عن طريق باحثين في 13 دولة بس كان يعني في عندنا ثلاثة دول أكثر إنتاج الأبحاث مقارنة بغيرهم من الدول طبعا جاءت المملكة العربية السعودية في أعلى القائمة تم نشر أكثر من حوالي أكثر من 55 دراسة جاءت بعد ذلك مصر جمهورية مصر العربية وتم نشر تقريبا 44 دراسة وبعد كده جاءت عمان بـ 17 دراسة ممتاز طيب دكتور ليش المملكة العربية السعودية أكثر أبحاث في مجال التوحد؟ هل في سبب؟ طبعا بالتأكيد يعني في عدة عوامل التي يعني ساعدت في أن المملكة يعني تصدر قائمة أهمها بالتأكيد يعني اهتمام الخيادة أعتقد هذا عامل جدا مهم وطبعا هذا الاهتمام أثر برضو في تسهيل السبل في أن الأبحاث هذه يتم العمل عليها طبعا ما أقصده هنا بالتحديد اللي هو الدعم والدعم المالي هذا الشيء الأول أيضا أعتقد أنه كان فيه استثمار جدا كبير في العلماء والمهتمين بهذا المجال أحد خلينا نقول نماذج هذه الاستثمارات اللي هو برامج الابتعاث أعتقد كلها من العوامل اللي ساعدت أن المملكة العربية السعودية تكون من الدولة الأكثر انتاجة للأبحاث في مجال التوحد ممتاز دكتور ما شاء الله جوابت سؤال كان في بالي طيب هل الأبحاث اللي أنتم راجعتوها دكتور كانت أغلبها ممولة ولا غير ممولة؟ بمعنى ممولة نتصد مدعومة صح سواء من قطاع خاص أو من قطاع حكومي صحيح طبعا تقريبا حوالي ثلث الدراسات كانت تقريبا ممولة طبعا وكانت عدد الجهات الداعمة تقريبا حوالي تسع جهات داعمة كانت أعلى القائمة اللي هي مدينة الملك عبدالعزي العلم والتقنية مدينة جامعة الملك سعود أيضا جامعة السلطان قابوس في سلطانة عمان طبعا لو نفكر شوي بس في الجهات الدائمة هذه الجهات هذه كانت من المملكة العربية السعودية وأيضا كانت من سلطانة عمان فيمكن هذه هي من أكثر الدول اللي كانت يعني أكثر إنتاج لأبحاث التوحد خلال فترة مراجعة اللي إحنا سويناها طيب دكتور وش أكثر المواضيع اللي كانت تتناولها الأبحاث فهل كانت تتناول مواضيع التشخيص التدخلات أو الخدمات أو غيرها كسدنا 142 دراسة اللي راجعتوها طبعا أحد الجوانب اللي نظرنا لها في هذه الدراسة اللي هو تحديد مواضيع الأبحاث طبعا كان عندنا ثمانية مواضيع تم اختيارها بناء على دراسات خليني نقول كانت في نفس المجال الموضوع الأول اللي هو فيما يتعلق بالتشخيص الشيء الآخر يتعلق بالبيولوجي بالتوحد اللي هو فهم العوامل التي خليني نقول تؤثر في خصائص وأعراض التوحد أيضا في شيء كان يتعلق منها بعوامل الخطر أيضا موضوع آخر كان يتعلق بالتدخلات الألاجية والتدخل وغيرها من المواضيع طبعا الموضوعات اللي كانت اللي هي طبعا بشكل عام زي ما ذكرت مسبقا يعني كانت كل الموضوعات فيها نوع من المحدودية يعني أنه ما فيها أبحاث فيها كثير لكن أكثر الموضوعات اللي كان فيها نشر أو اهتمام اللي يعني الباحثين فيها اللي هو موضوع البيولوجي اللي هو فهم العوامل التي تؤثر أو تفسر خصائص الطراب يعني طيف التوحد يمكن هذه كانت من أكثر الأبحاث اللي كان الباحثين مهتمين فيها في هذا الجزء من العالم قصدك دكتور يعني وش أسباب الطراب طيف التوحد؟ بالفعل تفسير الخصائص نعم والأسباب صحيح طيب دكتور حيني بغى نعرف منك إيش التوصيات اللي طلعتوا منها من دراستكم ممتاز في عدد من التوصيات بس قبل ما أتكلم فيها بتفصيل خليني يقولك أنه مهم جدا أننا نتكلم على جوانب القصور وأعتقد لازم يعني نشير لها قبل ما نتكلم في التوصيات أول جانب من جانب القصور في هذه الدراسة أنه مراجعتنا فقط شملت الأبحاث التي تم نشرها باللغة الإنجليزية وأعتقد أنه هذا ما يعتبر تمثيل شامل لكل الأبحاث التي تم إنتاجها يعني من هذا الجزء من العالم الشيء الثاني يعني خصوصا أنه نعرف كثيرنا الباحثين في العالم العربي فضلوا نشرى أبحاثا باللغة العربية الشيء الثاني فكرة أنه فقط نعتمد على الأبحاث المنشورة كمعيار لتحديد الإسهامات العلمية لهذا الجزء من العالم أعتقد أنه يحتاج مراجعة تحديدا لازم أنه ناخد أيضا في عين الاعتبار الأبحاث الغير منشورة مثل رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه أيضا مهم جدا لازم كمان ناخد بين اعتبار بعض التقارير التي تم إصدارها عن طريق المؤتمرات أو الجهات المعتبرة الآن إذا سمحتيني دخليني بس أقول لك على التوصيات فيما يتعلق بالتوصيات مهم جدا أن يتم الاستثمار في أبحاث التوحد طبعا ما أقصده هنا أنه لازم أن يكون في تعاون من الجهات المختلفة خصوصا الجهات الخاصة فإنها تدعم أبحاث التوحد زي ما بيصير خلينا نقول في مناطق مختلفة من العالم أو أماكن مختلفة من العالم النقطة الثانية تتعلق بالمواضيع اللي المفروض نبحث فيها في المستقبل أو الباحثين المفروض أنهم يجتهدون فيها أو يعملون عليها مهم جدا أنه لبحاث التوحد في المستقبل القريب يجب أن نتركز على تطوير أدوات التقييم والتشخيص أو تقنينها وأيضا الأدوات العلاجية عشان نتأكد أن هذه الأدوات وهذه البرامج تتناسب مع البيئة العربية أيضا مهم جدا وأعتقد أنه يأتي في أعلى القائمة اللي هو العمل على أبحاث البنى التحتية أبحاث البنى التحتية مثل أبحاث خلينا نقول تحديد نسبة انتشار التوحد ليش هذا النوع من الأبحاث مهم أنه هذه الأبحاث أو البيانات اللي نحن نحصل عليها من مثل هذه الأبحاث راح تساعدنا بأنها تعطينا معلومات منظمة تساعد في كيفية تحديد الموارد والمصادر وأيضا العمل على تعديد القوانين علشان نضمن أنه الخدمات المقدمة للأشخاص والتوحد خدمات ذات جودة وذات كفاءة عالية بتساعد أنها ترفع من جودة حياة الأسر وأيضا تضمن أنه يتم تقديمها بطريقة زي ما ذكرت مسبقا ذات كفاءة وذات جودة عالية ممتاز، ودكتور ما شاء عليك قاعدة تجاوب الأسئلة اللي أنا في بالي أسألك إياها من ضمن دراسات البنية التحتية هل ممكن تندرج أنه مثلا نسوي دراسة على أنه كيف الوصول للمراكز أو الخدمات هل هو سهل أو لا في القرى وما إلى ذلك؟ هل هذا يندرج تحتها؟ بالنسبة للأبحاث اللي تتعلق بأبحاث البنية التحتية اللي هي زي ما ذكرت بالفعل ممكن أنه هذه تدخل في هذا النوع من الأبحاث لأنه أنت تريد تعرف كيفية الوصول من الناس اللي قاعدة توصل لخدمات هذه إيش العوامل اللي بتأثر في الوصول أو مرتبطة بالوصول وكيف أنك أنت تضع للسراتيجيات سواء كانت تعديل في بعض الأنظمة سواء كانت تدريب معين لفئة من فئات اللي في هذه المنظومة وغيرها من الإجراءات بس الإجابة على سؤالك بشكل مختصر؟ نعم هذه تعتبر ضمن أبحاث البنية التحتية ممتاز طيب دكتور الحين وصلنا لنهاية الحلقة بس نبغى منك تقولنا كلمة أخيرة الله لك العافية شكرا مرة ثانية على الاستضافة أتمنى أنه أبحاث التوحد والمجال ككل أنه يتطور وخليني أقول لك متفاعل جدا بصراحة بالأشياء اللي قاعد أشوفها ونتمنى دكتور أنه إن شاء الله الإنتاج الأبحاث عن التوحد في العالم العربي تكون في زيادة منستمرة وصلنا لهذه حلقتنا لليوم شكرا لك دكتور فاهد على الدردشة اللي وضحت لنا جميعا وضع وحال الأبحاث عن التوحد في العالم العربي والحين أعزائي المستمعين أشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونوا استفدتم من حلقتنا وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حوالكم انتظرونا مع ضيوك مميزين في حلقاتنا القادمة وفي أمان الله اشتركوا في القناة